أعلنت وزارة والصحة الاثنين عن تسجيل 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد فقد تماثل 988 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة فيما يتواجد حاليا 39 مريضا بمصلحة العناية المركزة وأكدت الوزارة أن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيت 19